موسيقى وكلة الاستخبارات الامريكية تؤكد تحذير النمسا من هجوم لداعش المعارضة النمساوية تنتقد بشدة الاستراتيجية الامنية الجديدة تقرير يكشف تمجيد حركة الهوية اليمينية للفضاء ضد اليهود والمسلمين زينيسكي يعلن انهاء عقد الغاز الروسي مع جازبروم نهاية العام الكنيسة تنتقد حزب الحرية لاستخدامه نصوصا دينية في حملاته الانتخابية منظمة اس او اس ميت منش تطلق حملة انتخابات للجميع وزيادة في ميزانية عملاء صندوق الخدمات الاجتماعية في فين مرحبا بكم في ناشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم كشف نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية سي اي اي ديفيد كوهين عن تعاون امني بين الولايات المتحدة والنمسا ادى الى احباط هجوم ارهابي خطط له تنظيم داعش خلال حفل موسيقى للمغنية الامريكية تيلر سويفت في فين واوضح كوهين ان المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها سي اي اي ساهمت في اعتقال اربعة افراد مرتبطين بالتنظيم كانوا يخططون لقتل عشرات الالاف من الاشخاص في الحفل واضف ان هذه المعلومات ساعدت السلطات النمساوية على تنفيذ الاعتقالات في الوقت المناسب ولم يكشف عن تفاصيل كيفية حصول السي اي اي على هذه المعلومات توصلت الحكومة النمساوية الى اتفاق حول استراتيجية وطنية جديدة للامن قبل الانتخابات المقبلة حيث تأتي بعد وعد سابق بتقديمها قبل نهاية 2023 لكنها واجهت انتقاطات حادة من المعارضة التي تشكك في الاجراءات والمحتوى الاستراتيجية الجديدة التي تحل محل تلك المعتمدة في 2013 تركز على تعزيز الديمقراطية والتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027 مع تعزيز التعاون مع حلف الناتو ورغم اشادة المستشار كالنهمة بالوثيقة انتقدت المعارضة عدم اشراق البرلمان في المفوضات متحمة الحكومة بالاستغلال السياسي قبل الانتخابات كشف تقرير لمجلة اكسترا عن روابط مثيرة للقلق بين حركة الهوية اليمينية المتطرفة في النمسا وحزب البديل من اجل المانيا ايف دي وتضمن التقرير ما شاهد من حفل في فين شاهد تصريحات تمجة المحرقة اليهودية ومذبحة سيبرانيتشا ضد المسلمين حيث دعت احدى المشاركات الى سيبرانيتشا الثانية في اشارة الى مذبحة عام 1995 التي قتل فيها اكثر من ثمانية الاف مسلم ووصفت وزيرة الدستور كالولين ايدي شتاتلة التصريحات بانها مقصزة وصادمة ودعت الى تدخل صارم كما عرب حزبي الخضر واسب او عن صدمتهم مطالبين بتدخل جهاز حماية الدستور والتحقيق في الروابط بين حركة الهوية وحزب الحرية علن الكريملين ان قرار اوكرانيا بعدم تمديد عقد نقل الغاز الروسي مع الشركة جازبروم الى اوروبا بعد الواحد وثلاثين من ديسمبر سيضر بالاوروبيين وجاء ذلك عقب اعلان الرئيس الاوكراني فولودمير زيلنسكي برفضه تمديد الاتفاق مع روسيا ورغم النزاع المستمر سلمت روسيا حوالي 14 مليار متر مكعب من الغاز الى اوروبا عبر اوكرانيا في عام 2023 وهو اقل من الكمية المتفق عليها واستفاد من هذا الغاز النمسا والماجر وسلوفاكيا وحذر الكريملين من ان هذا القرار سيزيد تكلفة الغاز على الاوروبيين مما سيضعف قدرتهم التنافسية كما اشار الى ان موسكو تجري مناقشات مع تركيا لانشاء مركز جديد للغاز ارابت الكنيسة الكاثوليكية النمساوية عن استيائها من استخدام حزب الحرية اليمني نصوصا دينية في حملة الانتخابية حيث استشهد بعبارات من الاجليل مثل لتكون مشيئتك وانتقد رئيس ديرل لينجنفيلد في النمسا السفلة يوسمى هذا الاستخدام معتبرا اياه استغلالا غير لائق لرموز الدينية لاغراض سياسية وحذر من تدنيس قدسية النصوص الدينية عبر توظيفها في الدعاية الحزبية وقد انتشرت لوحات الحزب الانتخابية في شوارع فينة بعد منح وزارة الداخلية تصريح لنشرها على 1100 منصة اعلامية لكل حزب بعد الحصول على موافقات مسبقة لكل اعلان اطلقت منظمة اس او اس ميت منش حملة رمزية تحت شعار انتخابات دون اعتبار الجنسية بهدف تسليط الضوء على حلمان نحو مليون ونصف شخص يعيشون في النمسا من حق التصويت بسبب عدم حملهم الجنسية النمسوية وتسعى الحملة التي بدأت قبل الانتخابات المقررة في 29 سبتمبر تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الفئة بما في ذلك العقوبات المالية واللغوية التي تعيق حصولهم على الجنسية وقالت زينب بوراكا رئيسة المنظمة ان هؤلاء الاشخاص يسهمون في المجتمع ويستحقون حق التصويت لذلك تم انشاء 70 مقصورة تصويت رمزية في جميع انحاء النمسا قالنا صندوق الخدمات الاجتماعية في فيينا عند قديم خدماته لعدد قياسي من العملاء في عام 2023 حيث بلغ عددهم 145700 بزيادة 2.2% عن العام السابق وشهدت المصروفات ارتفاعا كبيرا لتصل الى 2.56 مليار يورو مقرنة بـ 2.25 مليار يورو في عام 2022 وأوضح بيت هكا عضو مجلة المدينة للشؤون الاجتماعية أن الاستثمارات زادت بنسبة 11.5% مع تخصيص 1.55 مليار يورو لهذه المجالات كما زادت ميزانية دعم الاشخاص ذوي الاعاقة والمشردين واللاجئين بنسبة 25.9% بسبب الضخم والنزوح من أوكرانيا وشدد هكا على الاتزام فينا بتوفير الامان الاجتماعي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراط على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة